مشاهدي قناة الأهل في كل مكان وتعقيبا على كل المباريات والمجموعات الخاصة بالأدوار المجموعات البطول الدوري الأبطال الأفريقي سعيدني في هذه اللحظات أن يكون معي عبدالإله بالأكحل المدير التنفيذي للدفاع الحسني الجديدي المغربي أولا أنا برحب بك بالتوفير للدفاع الجديدي بتربطنا علاقات قوية خلال السنوات الأخيرة مباريات الأهل والدفاع الجديدي وليد أزارو أمور كثيرة جدا بين الناديين لكن عايز عرب بداية تعليقك على القرعة المباريات والدفاع في مجموعة الموت في المجموعة الألسانية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك وتحية إلى نادي الأهل العريق وإلى جماهير نادي الأهل وإلى كل مصر الشعب الشقيق هذا صراحة فريق الدفاع الحسني الجديدي فريق جديد على هذه الدوري المجموعات وبالنسبة للقرعة فكانت الحمد لله حبدة منصفة ولو أننا جئنا مع فريقين من الجزائر البلد الجار الحمد لله غادي تكون عنا ما غا تكونش بعد مسافة ولكن بس مسافة تكون طويلة بالنسبة للفريق الكونغو اللي هو تيبي مازينبي دول خبرة كبيرة ولكن هذا فريق صار معروف شفنا وشفنا مبارايته مع الوداد البيضاوي وشفنا مبارايته مع الاهلي وشفنا يعني فريق الآن أوراقه مكشوفة نتمنى إن شاء الله أن الفريق دفاع حسني الجديد حق مفاجأة هذه السنة إن شاء الله في دوري الأبطال إن شاء الله قبل بداية المراسم إجراء القرعة كان لدي حديث معك وحتى تحدثت مع عبداللطيف مقترد في الدفاع الجديدي هل كان هناك أمنيات أو حظوظ النقطة تواجدوا مع الاهلي في المجموعة خاصة كمان لديكم معلومات وعارفين بشكل كبير إمكانيات وليد أزارو مهاجم الأهل الأفريقي في البطولة الأفريقية وصاحب الرصيدة الكبيرة لوافم الأداف في البطولة المحلية والبطولة الأفريقية بطبعات الحال كيف ما تحدثنا قبل فإحنا كنا نتمنى أننا يكون معنا نصيب أن يكون معنا فريق الأهلي ليش؟ لسبب واحد وأنا فريق الأهلي فريق قوي يعني ممكن يساعدنا إحنا في المرور معاه لأنه ممكن تكون مباراة قوية بيننا وبين الأهلي وإحنا تعودنا على اللعب معاه وكذلك لعب أزارو لعب دياننا وعننا علاقة قوية مع النادي فممكن فريق الأهلي لو كنا معاه في المجموعة كان حيزيحنا مجموعة من الفرق الأخرين ويساعدنا كذلك على أننا نفوتوا معاه لدور الموالي بالتوفي بزعاف للدفاع الجديد الله يبارك فيك شكرا كتير شكرا بكم مرحبا بكم